اذا كشباب عمليني الاخبار ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ده مهمة جدا في برنامج اكسل اسمها الباور بيفت لو عجبك الموضوع وعس تتفرج علي فتابعني بعد الانترو اللي هتريد دعوضي اداة الباور بيفت من الادوات المهمة جدا في برنامج اكسل مش هي بس هي وفي حاجة اسمها بيفت تابل وحاجة اسمها باور كويل التلاتة فيهم تشابه كبير مع بعض بس كل اداة منهم بتبقى اعلى من التانية لو انت مقدم على وظيفة والوظيفة دي حطين شرط اساسي انك تكون بتعرف تشتغل على اكسل فمهم اوي وانت في المقابلة هتقولهم انك بتعرف تشتغل على البيفت تابل والباور بيفت والباور كويري المفروض ان انا هشرح النهاردة الباور بيفت وشرحت قبل كده البيفت تابل هتلاقوا قايمة فيها حوالي اربع او خمس فيديوهات باشرح فيها البيفت تابل فهحط لكم اللينك بتاع القايمة ده في الوصف تحت الفيديو على طول اه نيجي بقى الموضوع الاساسي البيفت اه هي والبيفت تابل باور كويري انا بستخدمهم عشان اعمل عملية تحليل للبيانات يعني على سبيل المسال عندي جدول كبير في حوالي عشرين خمسة وعشرين عمود عايزة فلتر الاعمدة دي كلها وهسيبهم على عمودين تمام وبشروط معينة وبحاجات معينة بتنفعني كده في تحليل البيانات تمام فالكلام ده كله بيتم من خلال التلات ادوات دول طيب طعا نشوف مع بعض ازاي نقدر نستخدم باور بيفت مبدئيا لو انت ما عندكش التابة دي اللي فوق دي اللي اسمها باور بيفت هتحتاج تروح عشان تضفها من فايل بعد كده هتروح على اوبشنز هتلاقي هنا ادامس تضغط عليها تيجي تحت خالص بعد كده جو وتروحها متشيك مارك على باور بيفت بعد كده اد وبعد كده اوكي انا طبعا مش محتاج اعمل الكلام ده لان بالفعل انا ضايف عمدي الباور بيفت طيب المفروض زي ما قلت ان اداة الباور بيفت والباور كويريف يمتشابه مع بعض طب ايه اللي يفرق الباور بيفت عن الباور بيفت تيبل دي انا كنت شرحها بكده الباور بيفت بتتعامل مع جدول واحد بس او مع نطاق واحد بس اما الباور بيفت بتتعامل مع اكتر من نطاق يعني انا لو عايز احلل اكتر من جدول في وقت واحد تمام او اكتر من شيد في وقت واحد تمام فهقدر ساعتها من خلال الباور بيفت اما لو عندي نطاق واحد بس او جدول واحد بس وعايز اعمل عمليات تحليلية كده عليه فاستخدم بكل بساطة الباور بيفت تيبل طيب بتيجي توقف على اول شيت او اول جدول المفروض عندي الشيت ده بتاع المبيعات تمام اسام المعظفين كود المنتج اسم المنتج عدد الوحدات المباعة تمام وسهر الوحدة يجمع المبلغ المباعة وفي عندي الشيت التاني ده بتاع العمولة اسام الموظفين تمام ودي العمولة بتاعته ولو تلاحظوا معي ان الحاجة الوحيدة المشتركة ما بين الجدول ده والجدول التاني هي اسامي للموظفين ليه? لان احنا المفروض هنخش في حاجة اسمها علاقة ما هنبني علاقة ما بين الجدولين مش موضوع انا دلوقتي تعالوا دلوقتي نشوف ازاي نقدر نستخدم الباور بيفت اخش على التابة دي بابتدي من خلال الاداة دي ابتدي اضيف الجداول اللي انا عايز استخدمها في الباور بيفت ادي اول شي تضاف عندي ومكتوب لهنا ممكن نسميه باي اسم تاني ممكن مسلا المبيعات بعد كده انتر اقفل بعد كده الويندو دي مش محتاجينها تخش بعد كده على التاني وتقول له برضو نفس القصة اي تو ديتا موديل وتروح تحت هنا هو مسامولك هتسميه هنا العمولة بعد كده انتر تمام اما انك بقى هتبني العلاقة من دلوقتي او هتسيبه هو اوتوماتيك يقول لك او يبني لك هو العلاقة من دماغه لو عايز تبني انت العلاقة فهتروح على دي ايه المشترك ما بين الجدول ده والجدول ده هو اسم المواظف تضغط وتسحب بالشكل ده عند اسم المواظف بس انت كده بنيت علاقة ما بين الجدولين ايما بين العمود بتاع اسم المواظف ده والعمود بتاع اسم المواظف ده ليه اخترت اسم المواظف ده وده عشان هما الاتنين متشابهين سواء في الجدول ده او الجدول ده تمام كده خلصت اوكي اه تمام فهنا اعمل هنا مسلا او اسف قبل ما اعمل هنروح هنا نختار هنا بقى هنقول له الجدولين اللي احنا انشأناهم في اظهرهم لي من خلال اضغط بقى على هنا بيقول انت عايز تتعامل في شيء جديد ولا في نفس الشيت اللي انت واقف عليها اقول لأ في شيء جديد طوى هنا عمل اهو واتوماتيك فيه تابتين جداد تفتحه لو تلاحظوا وانالايز وديزاين اللي اتنين دول مختصين بالبيفت تابل طيب زي ما انتم لحظين معي هو دلوقتي جايب لي الشيتين ادي الشيت الاول بتاني العمولة والمبيعات المفروض بنا الاتنين دول ادمجهم في جدول واحدة الكلام ده هيتم ازاي هروح اول حاجة على الشيت بتاع العمولة ايه اللي انا محتاجه منه والله انا محتاج اسم الموظف واسم المنتج والعمولة تمام ادي اسم الموظف واسم المنتج اللي بايعه وادي العمولة اللي اخذها تمام حلو قوي بعد كده من الشيت التاني اللي انا محتاجه منه هاخد مسلا عدد الوحدات المباعة وممكن هاخد كود المنتج تمام انا كده كونتك هدول بدماغي انا او من دماغي اللي هو اخدت مثلا هنا ادي اسم الموظف وادي المنتج اللي بايعه واخد عمولة كزا عدد الوحدات اللي بايعهم من المنتج ده كام تسعين كود المنتج كام ميتين وتمانية طيب واحد يقول لي طب لو انا مسلا عدلت جيت هنا مسلا وعدلت اي رقم محمد عبدالفتاح مش بايع عدد واحدات عشر باعش مسلا خمسة وعشرين هل هو هيسمع اوتوماتيك ولا لا هنروح على شيط ستة ده اللي مفتوح لي ده اللي فيه هقف هنا بس هلاقي هنا هلاقي فنضغط عليها وقول له فاوتوماتيك المفروض ان عدد الوحدات المباعة من عند محمد عبدالفتاح هلاقيها متغيرة بالفعل خمسة وعشرين وحدة تمام يبقى لازم بعد ما بعمل تعديل او او البيانات بتاعتي لازم اروح اعمل ربريش او ربريش او طب واحد يقول لي طب لو انا معدلتش انا ضفت بيان جديد يعني هاجي هنا مسلا نسمي محمود كود مسلا متين وتلاتاشر اي تسعين هنخترع تليفون جديد هو لسه انا متوجدتش الاي تسعين ده طيب وبايع وحدات مسلا خمسين اه سعر الوحدة الف تمام طيب احنا دلوقتي ضفنا صف جديد باسم محمود هل هو اتضاف عندي هنا في البيفت تابول ولا لا محمود اه محمود المفروض ما اتضافش طب نعمل ايه عشان نضيفه هروح على الباور بيفت امام? وهنيجي هنا هنلاقي المفروض رفريش اقول رفريش هول امام بيبتدي هو يعمل رفريش دعلا نبص بقى هل محمود اتضاف ولا لا محمود اتضاف لي هنا تمام بس في مشكلة ان احنا كنا مفروض نروح عند العمولة ونضيف محمود برضو تسعين تعال نفترض انه ياخد عمولة الفين تمام هو كل ده لسه ما تعملش للبيانات بتاعته فممكن نروح على من هنا ونعمل رفريش اول من هنا او تروح على الباور كويري وتعمل رفريش اول طمام? ادي محمود اهو باقي خمسين من ايه تسعين يبقى نيجي نعمل رفريش اما انك تروح تعمل رفريش من البيبت او هتروح على الباور بيفت ذات نفسها من الويندو اللي مفتوحة لنا دي وهتلاقي رفريش تضغط عليها وبعا كده تقوله رفريش اول طيب بكده وبحنا وصلنا لنهاية الفيديو ده ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة ولو انت مشترك بالقناة بالفعل فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله على القناة بتاعتي وان شاء الله انتظروا في الفيديو الجاي هتكلم عن الباور كويري يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي اشتركوا في القناة